السلام عليكم مرحبا 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 بكم أخوتي مرحبا بكم مرحبا ومرحبتين هذا الدرد لكم أخوتي زيادوا أخوتي زيادوا مرحبا بكم نعم أخوتي نعم مرحبا مرحبا أخي محمد نستانجا دائما شكرا أخوتي الحباب نريد أن تحدثوا هاد المباشرة أولا وعلى غفلة بغير أن تتكلموا لها الظاهرة لأنها هاد الضجة وهذا البلبلة ها؟ ديال فاس يعني ذاك الخيانة الزوجية خلك ملتاحي وملتاحي ونقاب وكتضربوا فهمتين ولا؟ ما خلوا ما ضربوا هاد الناس ولكن ربي العالمين والله غالب على أمره ربي غالب على أمر ديال الدين دياله سبحانه وتعالى ماذا حل أعداء الدين؟ يحاربون دين الله الزوجل بالليل والنهار ينفقون أموالهم بالليل والنهار ليصدوا الناس عن سبيل الله نعود بالله يا صاحبي ربي العالمي شلو قال إِنَّا نَحْنُ لَزَّلْنَا الذِّكْرَى وَإِنَّا لَهُ لَحَافِضُونَ قُلْ مُوتُوا بِغَيْضِكُمْ يا أعداء الله الله يا ربي الحبيب أخوتو الحباب الإشارة اللي بغيت نشير ليها وأنا كنت أتكلم عن الناس الحق الناس لا يفهموني والناس يعني لكي قبلوا الحق من الطابعة هذا الإنسان يسرع ويزرب الإنسان من العجلة دياله يعني وكي يأخذ قرارات قبل التتبت واش فهمتي ولي هذا يا أختي هذا النقل هذا حبيت نتكلم فهذا الناس اللي يأخذوا في أعراض الناس واش حاد أصدقاء يعني كيتهموني بأن أنا كنت أخذ في أعراض الناس يعني واحد سيدي يعني ما نبقاش نجبدو أنا صحبي قلقوا هالنامي ما هالغيبة وهو واحد كيتحك عليكم أيها الناس وهو واحد كيتحك عليكم واني فرشتو وواحد كيدخل الصرف صحبي كيدخل الفلوس ويقول واختي وانا أختي ما عندي شي واختي وانا أملبش الحيط وحسنا فرشتو لكم وبيينتو لكم المدخول اللي بيينتو لكم أصحبي كان شكوروا بعض الأصدقاء يعني اللي سندوني وقالوا لي فهمتي كيشكروني وبعض الأصدقاء يعني ألقوا لي كثير الفيديوات كثير الأصدقاء يعني كامل الفلوغات كثير الأصدقاء يعني كثير اليوتيوبر تكلموا علينا الحمد لله وقالوا كلام زوين وشي سافة لا مابغوش الحقيقة في الدقيقة أخذكم ما اللي يحلبكم ياك وامزي أنا سيدي ما اللي ناجي يا أخي المشاهد اللي كتشاهدني سمع سمعني يعني من الطبيعة دينا أخذنا من ناخدوش قرارات شي قرار قبل من تبتوا أصحبي والله يرحم لي والدين وأنا جبكم الدليل الله يا ربي تحبيك يا ربي يا ربي توفقنا الخير وجعلنا مفتح الخير يا ربي العالمين النبي صلى الله وسلم رسول الله صلى الله وسلم كان نرسل العقبة ابنه المغيرة هذا صحابي جليل رضي الله عنه الوليد ابنه عقبة الوليد ابنه عقبة عقله عسمية الوليد ابنه عقبة رضي الله عنه نعم كان صيفته بش يجيب يجيب زاكا ما عنده واحد الناس كان صيفته النبي صلى الله وسلم نبي صلى الله وسلم كان صيفته يجيب زاكا يعني هم ذك الناس يعني ذك الناس بني المصطلق بني المصطلق هذه الناس هذه السمية بني المصطلق بني المصطلق هم й ذكي من فهم هاي الناس كانوا nya هذه الناس كانوا سلموا وحسوا الاسلام هم وحسوا الاسلام من اللي تحسوا الاسلام ديالهم يعني يعني صيف طول أن النبي صلى الله عليه وسلم رئيس دولة رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني قالوا له يا محمد يا رسول الله يعني صيف طول ارسل لنا شي واحد واذا ستفهمون يا أخوتي يا أمي كان قراءة 9 ساعة لك كانت ترون يعني النبي صلى الله عليه وسلم يعني جاء الأمر بأنه يرسل شي واحد بشي شي بالغنيمة ويجيب الزاكا الصلاة والسلم ارسل صحابة الجليل الوليد ابن عقبه صيفة النبي صلى الله عليه وسلم صحابة الجليل ومن مش صيفة الوليد ابن عقبه يعني الناس دكبان المصطلق هذه الناس دخلون في الإسلام وحسنوا إسلامهم يعني كانوا في حد الحب باللقاء هذا الرسول رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني كانوا عندهم وحد الحوب وعندهم وحد الهمة بشي يعني يستقبلوا يعني رسوله رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا الصحابي رضي الله عنه خلال طريق للغادي يعني أخذ يشق طريقه إلى بني المستلق مليق الرب يعني على ضواحي هذه القبيلة يعني شف الناس بخيولهم وسيوفهم فهو يعني نقالي بعلاقة عقيبه أرجع هارب أرجع هارب مفهوم أرجع هاربة الصحابي الجليل أرجع ورجع للمدينة أرجع عند النبي صلى الله عليه وسلم النبي قال له الشريف كما جاء في معنى الرواية أقال له في صيفة سكانة أقال له يا رسول الله أنا مني مشت نجيب الزكاة أرى وملقيته ما رسول الله بسيوفه وكذا 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 النبي صلى الله وسلم يعني آمر خالد بن الوليد رضي الله عنه وبعد الصحابة قلوهم تأكدوا من الخبر ماذا رسول الله صلى الله عليه وسلم سمعني يعني النبي صلى الله عليه وسلم объous Кстати امر خالد ابن الويد رضي الله عنه وبعد الصحابة قالوا يا الله اصيرو البني المستلق واشوفوا كيفية القادية شفيها خالد ابن الويد خارج ومو هذه البركة ل begun خارجين هم بدأوا خارجين من المدينة هم واضح gehad وماذاكل الناس هي البنين ومستلق قالوا كيفاش ملكم تمام او هما جوا عند النبي النبي صلى الله عليه وسلم كي امر خايد بن الواليد ودك الناس اللي معاه يمشي ويشوفوا شنو كنا في الخبر وما جوا جوا النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم ملكم اه ملكم مع السيد قالوا يا رسول الله اه ما اعرفين احنا واله وقال رسي يتجل عندكم وقال تعرضت له كده وهرب شف سيوفه وشف كده وكده وهرب مفهوم او يا اخوتي وحبابي انزل قول الله عز وجل ربي قال اعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا ايها الذين امنوا ان جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا فتبينوا ان تصيبوا قوما بجهاله فتصبحوا على ما فعلتم نادمين وارد لبال صحبي ما بقعوش انشي واعي بضلة هل اسمعنا اه صافي وهذا بقع اعداء الله كده اربو الدين اصحبي قال لك المول الاحياء واحنا عرفنا شي واش حق عرفنا شي ده واش حقيقة ها يعني هدب بعض الوحدين كده يقول اشهار يعني دي العدالة انا لا انت مل ايه ما كانت ملتشي حزب انا انا كنقوله انا ما كانت ملتشي حزب الاحزاب انا الحزب ديالي وانا من المسلمين ده والحزب ديالي انا انا مسلم انا انت ملتشي حزب رسول الله صلى الله عليه وسلم ده والحزب ديالي مش كانت ملتشي حزب ولا حتى انا بيجيلك انا ما كانت ملتشي حزب ابو ديالي انا الحزب ديالي ولا الى الله محمد رسول الله انا مسلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته لاش حتى ربي قال في القرآن الكريم ربي ما قال ناشي كل حزب بما لديهم فريحون ها ولكن الحزب الحزب ديالي ولا الى الله محمد رسول الله ما قال ناشي بلا ما نخطف هذه النقطة يعني انا بغت نوضح حنا ما عرفناش حنا ما عرفناش يمكن هاد الناس هاد صحاب الاحزاب قيت ناضحوا فيما بينهو شي قادية الناس خلصت الفلوس وقادة حتى يعني شوهو بدل الادالة ماشي بعيد ماشي بعيد يكونش حزب ولا كده ماشي بعيد كنا بزاف بقى شعال يسمعناه حتى يوقع عنا هذا المثال كنقول ونعوده حتى يوقع عنا اسمه يا خوزي حتى يوقع عنا كيف ما وقع لهذا السيد اللي بصبح بايض بايضة الراجل المسكين قال لك صبح بايضة كيف ما يقول هذا المثال مغريبي قال لك شي راجل فق من عاس وصبح بايض بايضة النصطف متواجئة حتى السيد قال راجل فقت تخ LIه مغريب مغريب when pant and tym ch stake صdev aumento oh تبا مغر صلب أحد كل طوله اذا sensational مغريب سيد ما قلت بايضة اخوة السيد قال بايضة لمحت وجوة لابها تشاهد ز差 اذا раньше申céت من خلص بتأ masse لمحت كيفية لابها تن Smart قالMR لاب ًا هاده يمشى عند هاده وهاده الكورة طاشس واش حال صبحة 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 بيضة كانت بيضة صبحة 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 بيضة ويا هادي دابا احنا ها كنا نسمعوا شي حاجة فهمتك كيف ما يقولوا عبدان يقلق من الحبك اردو هالقبة وهذا دابا اعداء الله يبغيوا يضربوا اللحية ويدربوا الدين ويدربوا الخمار ويدربوا النقاب والدين رب ازاف عليكم الدين يعني يؤلاء ولا يؤلاء عليه الدين يعني يا رب العالمين نكلف به مولانا مولانا رب العالمين رب السماوات والأرض ربي وقاله والله موتم من نوره هاجمع رأسك الشريف الدين ما عندكم ما تدوزولوا يا عباد يا الظالمين ولكن ما علينا اش انشرووا واحد النقطة اش حاجة بحثين يقولوا اللحية وكذا اللحية يا اخي انا كنت اتكلم معك سوال الا دينك يا صاحبي الى لما كنت شي مسلم الى كنت شي شطرق ما شي اديك الله اعلم الى كنت مسلم سوال لدينك رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الى حديث وحديث صحيح صلى الله عليه وسلم قال النبي قال عشراتون من الفطرة او عشرون من الفطرة منهم اعفاء اللحاء وفروا اللحاء اعفوا عن اللحاء او لا رب ديالي وش حد الاحاديث كنت تكلموا على اللحية ومن الصفات الانبياء والموصلين كانوا يعفونا عن لحاهم اللحية من الصفات الانبياء والموصلين ما كانش في الحضارة الاسلام النبي ما عندهش اللحية هذه ما كناش سولوا عباد الله واجبونا شي دليل شي نبي ما كانش عنده اللحية واعظم دليل في القرآن بان سيدنا موسى عليه السلام موقع شي واحدة روبرتاج سيدنا موسى وخوه هارون هارون في سورة طه ما قالش هارون عليه السلام سيدنا موسى نعم يعني سيدنا موسى شبر الاخ دياله وحارون من اللحية دياله واخ دياله قال له لا تأخذ بلي حياتي ولا برأسي اذا سيدنا هارون نبي من انبياء الله سيدنا هارون واخ دياله سيدنا موسى من اللحية دياله معلنا شي الشريف ديالي الحبيب الغزال اللحية سمع خلي ديبادك اللي كيتشبه بغواطلوبة وكيتشبه بشي وحدين ولو كيديروها يعني هب هوب شي وحدين ولو كيديروها اللحية دياله همسي ولا ديالك المخنتين شي وحدين ولو كيديروها نعودوا بالله الشريف انا عمل اللحية بتيتالة الامر الله ثم طاعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم اه نعم اللحية من الشيام ديال الصحابة اللحية من الشيام ديال الانبياء والموصلين تقرأتوا تجلط معروف الليهود والنصارة معروفة هذي لكي كارتو قوض نهار ليهود والنصارة هذي حقيقة حبيتي ولا كرهتي وسوول على دينك إلا كنت مسلم تقبل هذا الكلام وليكت عندك برد يالي شي قاعدة مشيها الله أعلم نعم يقول لل 노력 أبدا مالين لماذا تفعل مالين مالين صحيح تفعل و sortir عن ممن في شاي من الموضوع من ألصار تفهم حيام لن يمكن pumper اوى وشي هفوه ما يمكن شي ولا والنبي صلى الله عليه وسلم قال قال كل ابن آدم خطأ ورب العالمين قالنا قل يا عبادية يا عبادية شو رب العالمين تسبهم إلى نفسه قل يا عبادية الذين أصرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الزنوب جميعا إنه هو الغافور الرحيم وأنيبوا إلى ربكم يمكنك تخطأ يمكنك تعمل شي عملا ونتكلمونيش وش يعني إحنا في الجنة ولا وش حنا فهمتين وعبوا الده صحب يا كان عاملوا شي بركات وكادت لب الله عز وجل يتجوز علينا والله يسمح لنا طب الله عز وجل اللا يواخدانا والله يسمح لنا الإنسان الأهم حاجة هو يرجع الإنسان يعني مش يعيب يخطأ الإنسان مش يعيب يعصى راكين يا ناس مفرسكم شي وحد الصحابي جليل يعني وقع بزوجته في رمضان ومشل الزوجة دي له في رمضان وموصاي من القرية في الطاقية هيوة هيوة وإنبي صلى الله عليه وسلم بي اللي وشنو يعمل حتى بقلوا لإنبي صلى الله عليه وسلم يعني يخصر تصدق بكذا وكذا حتى نبي صلى الله عليه وسلم قال له كما جاء فيه مع معنى الحاديث قالوا يعني لك النصيب تصدق به تصدق به على رأسك ما شو على دين عدنا يا أخي مش في شي بعيد هوا وقعت شي هذا قال لك الأخو عنده اللحية والأخو عنده اللحية وهذه وإش نفين المشكلة ما قلتها مشكلة الدنيا آنية كله ابني آدم مخطأ أحنا معروفين بالخطأ أقول لإنلا عمقا نشيروا لعباد الله صحبي ومن ستر المسلم من سترها والله دي معدناش يواله يا ولا حوله ولا قواتي لا والله يعافينا أخوتي وتبارك الله عليكم الله يعفو علينا أسأل الله تعالى اللي لا يواخدانا ولا يسمح لنا فهمتين الله يسمح لنا ربما أخصنا نعقبوا على التوحد والأعمال يا أخي ديالي بالخواتم الله يختم لي وعليك يا أخي المشاهد بالحسنة ربما أعرفناش بالله ما عرفنا شكلها يديها ما عرفناش والله ما عرفنا النبي صلى الله عليه وسلم يعني كما قال في معنا الحديث شحام واحد كونو بينو بينجنة دراء دراء كنشبر كسبق عليه كسبق عليه يعني الأجال كسبح كسبح من أهل نار وليث dude و SAN intent كسبح منو بينو بيننا chyber أو دراء وكي تقلب عليه تقلب يعني القادية كسبح من أهل الجنة والله يجعلنا اللي جمعنا في رحمة الله والله يجعلنا على هذا الجنة ولكن لكم مخصوه الحباب الله يقول لكم لا يقدروا المشكلة على الطبيعة لا يجعلوا المساعدة للنهجوا واللحية 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 تكون لديك اللحية ضروري اللحية من صفات الرجال الضروري محذرة عليك عصول اللحية كعلك بعض العلماء يقولون قد تريدوا اللحية خذلك يقصبوا اللحية يقواموا موانا للحية رامي كتقول هذي مواني اللحي كتسبحت رسول الله بعدها هسكت بعدها هسكت ها ما تتكلمشي رام عصية باش تحيد اللحياء من وجهك رام عصية ببادي يالي سوموا الذينك واقسموا بالله يعني بمجمع العلماء يقول لك اللحياء خلينا بلك الماسونيين و هذو شحام الفقيق كتشوفوا المنفق المنبرب لالحياء و نعود لكم واحد القصة هذي بها هذي بها نختم الله هيله زوينا واحد القصة الخص هذي بها و هذي بها أمتعوا بشأن تكلمشيه بشأن تكلم في الجبل بشأن فى جبل واحد المدينة م dicل مدينة و هذي بخير و هذي بحيث الله يشألках الأمة والله يشأل و هذي بحيث ولكن لم نصح لأن أحد إنسان في كل الأقل بحيث لدي كل طمار كل زبيب كل تجب هذا البلية كل تجوز كل تجوز تابلل 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 يا صاحب أحد كامل في القائمة لجسده ومبليب بالكيف قال لك قال لك إذا ضاقت بك الهموم دخين عليها تطير هذا كلام للأباليس هذا هذا كلام خاوي يا الشريف أنا قلت لك تبليب شيئا عمرا واحد صاحبه قصم مبليت شيئا مع الشباب يعني حاورناه مع الشباب تلقى الشباب تقول له أخي يلي شهد الحالات تقول يا الله أخي عمر يضع لك قال لك يقول لك ينجد الكرشو ويمشي من البليا ويتحبو لك ويقول له هو هذي واغلاي واجبت معنا خيف له يا الله شباب الإسلام يقلق عليك بشكل كبير وقلق عليك بشكل كبير وقلق عليك بشكل كبير يعني شاي في الصين قريب يرقب على عين صورة فهمت او لا؟ او لا حول او لا قوات الا البلاد الله يعافينا اخوتي راح نمكانك نتخلقها تساو واحد ما علينا شي دبعنا نتكلموا عن اللحية ابو عب اسلام في الجبل انا مش كان قول لك دير اللحية كان قول لك ما تسبش بدا اللحية اللحية خسر ديرها ورا خسر دير اللحية رواجب عليك دير اللحية سول على الذين كخير يلي سول دخل اليوتيوب وكتب معها وشوف شيء عاليم يعني رباني مش هذك العلماء الخمسة الدرهب ويوما كان نشوفه في كيف وقل منبرة صحبي في كيف وقل منبرة ايها الناس وكذابها في زيولة تقوا ربكم ومرة وكيف يقولوا بعض العلماء قال لك مخصكش تصليموا وشيف قيم انكرت اللحية وقصر من بلاسكم وسولوا الذين كوم وقال لك الايمان في القلب وحنا عفنا لك كان عندك الايمان في القلب هني قال لك والايمان رماح لدينه القلب ولكن ربما تكون صوت وصورة ربما تلفزها تكون عندك في الضار وما فيها شي الصوت فيها الصوت والعكس صحيح ولكن فيها غير الصوت وما فيها الصوت وكذلك ومثال احنا عبيد لله احنا عبيد لله الزوجة ربما معروف الحالة يعني استجيب لله وللرسل يا ايوو الذين امنوا استجيبوا لله وللرسل أيوو الذين امنوا استجيبوا أيوو الذين امنوا اعطيعوا الله وأعطيعوا الرسل نعم لكن كان ناجح يتغير السلام يتغير السلام في الجبل سلتكلم بالشكلة بالشكلية هل تبقى بالشكلية؟ أسمعها يوجد السلام في الجبل الجبير تقول الله تعفوا عليكم حال الله تعفوا عليك لكن الله عز وجل تتكراره Rislam يتغير السلام فهو أخي أداز عليه لماذا تقوم بالفقي لو حصل على اليوم مره أداز عليه لذلك هناك أن تقلم على أبي ابسلام أبي ابسلام أبيTS قالوا أبي ابسلام فلم يعدك أن تقوم بالاهم وقالوا ما زاده بأن تقوم بالتأكف تقوم بالفاوض وقالوا لين أنا لن أعرف الفقي قالوا انا لنعرف لفقين قالوا الفقين لنعرفوا ما شاء الله قالوا انا لنعرف لفقين قالوا انتنا عروان قالوا انتنا عروان هذي يشبه لك يتكلموا بعد اللادرة يعني عروان واحد عنده ازد مستلاف وعنده صحيح البخاري وصحيح المسلم وما بيناش عليه ما بيناشي وغسر تكون واضح كيف حل بوليسيا صحيح نحن نعرفك نحن نعرفك يا صحبي وانت عندك صحيح المسلم هنا وكل شي هنا ومرة ومكرت مرة وضروري نحن نعرفك نعرفك يشوفك الناس الحومة وشوفك الناس المدينة وشوفك الناس العالمي يقولوا آه هذا ما أتبع النبي وصوته الصورة ضروري لابد من هذا ورب العالمين قنا قل إن كنتم تحبون الله الله عز وجل رفرش الناس هنا صحبي هذك اللي يبغي ويقولوا بأنهم مسلمين ربي فرشهم هنا قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله ورسول الله صلى الله عليه وسلم كنا أدينا كثيرا بأن النبي كانت عندهم اللحية ونزيدك أخي ذي يلي تشاهدني تقدر تناقضني النبي صلى الله عليه وسلم الآن بقي باللحية ذي ياله واذا قلت حديث من نصر؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم ما زال باللحية ذي ياله صلى الله عليه وسلم لماذا؟ حيث النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء وأخوتي يا بيت الله عليكم ومسأل الله وفقنا للخير ونقول لن نخطف أعراض الناس ونشدون شيء وعادوا ها المجرمين وعادوا ها الظالمين ونعودوا بالله ما عندك؟ ما يلفظوا من قول إلا لديه رقيب أتيد وما تنساش ذلك الملكة ها الشغول دياله مما هي؟ واحد تكتب الحسنات واحد تكتب السيئات شو زماء حسانة؟ حسانة شيء جميل بالقول لا بالفعل يلا أخوتي اسمارك الله عليكم هذا عمر النحيلي محبكم وحبيبكم عمر أبو حفصان النحيلي كحييكم ودومتم في رعيات الله وماء السلامة وما كان لديه 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 ونطيحوا في عباد الله تأكد من صحات الخبر والسلام عليكم سحياتي والجمهور الحبيب المتابعين عمر أبو حفصان النحيلي كحييكم أخوتي قبل أولاد الهفلين السلام عليكم سحياتي الأصدقاء كاملين